أصحاب الطاكسيات في الضربدة ما زال عندهم مقيتة ديال الجائحة فاش كان الدنيا خاوية وكونش يمخشي في داره خايف من هاد الوباء نضرب العالم كامل مشيغل مغريب بوحده وحسب ما عشناه خلال الأيام الأخيرة فإن أصحاب سيارات الأجرة من الحجم الكبير يواصلون الزيادة في تسعير الرحلات رغم الرفع من التقل السعابية للركاب منذ مندى من طرف الحكومة الناس تقهرات بهذه الزيادة الغير القانونية طبعا وتضروا منها بالزرب بحيث قالونينا في الصريحات لقناة مافانتكات أنهم ولا يفضلوا اركبه الطوكسات والطراموغي اللي فيهم الزهم بالزرب على اركبه التقسير لبيضين اللي ولو ديرين ما بغواهم في المواطنين المقهورين أصلا غامع المعيشة اليومية ديالهم وطالبت الساكنة بضرورة تدخل بصفة استيجالية وتحديد لائحة أسعار رحلات تقسير الكبيرة ووضعها في مكان واضح للزابون مع تحديد عدد الزبائن المرخص لنقلها ووصلت سعر التنقل من حي الألفاء إلى وسط المدينة إلى عشرة درهم أي وسبعة درهم اللي كانت عليه في الأيام العادية كما أن تسعر في بعض الخطوط من التربضة إلى ضاباحها تصل إلى عشرين درهم وبالبلاسة هذا شيء ماشي معقول وصحاب الطاكسيات خاصهم يحسوا بالمواطنين شوية وخصوصا وأنهم فاشكعنوا كيهزوا ثلاثة ديالغليز خلال الحجر الصحي ألقوا مواطنين بجنبهم وتعاونوا معهم وضبلوا لهم تسعيرة لأننا كمهرباء كنا كسيتنا في العالم أيام الجائحة بحيث تعاوننا بيناتنا رغم الظروف الصعبة اللي كنا نعيشها ماديا ونفسيا